أعلنت تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن صرف دعم نقدي قيمة 15 ألف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا حريق كنيسة أبو سفين بالجيزة وذلك بهدف مؤذرتهم في هذا المصاب الأليم كما قامت فرق البحث الميداني لمكتب محافظة الجيزة بعمل حصر لأسماء الضحايا والمصابين وبإدراجهم في خطة الدعم النقدي الشهري المستمر وعلى صعيد آخر يقوم متطوعون بتوزيع كاراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة وزجاجات المياه على المواطنين وعلى فرق الأمن والحماية المدنية في محيط الحادث وفي المستشفيات المستقبلة للحالات